مملكة البحرين من مختلف دول العالم للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الحديثة وإيجاد الفرص الاستثمارية التطويرية فضلا عن إيجاد الحلول الابتكارية لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم الرمي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وأضف معالي الوزير أن مملكة البحرين حققت الكثير من التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تطوير الموارد الحالية ولسيما الاستكشاف النفطي الحديث والأكبر في تاريخ المملكة منوها بأن هذه الزيارة تعتبر فرصة جيدة لبحث سبول التعاون والفرص المتاحة حاليا للاستثمار في قطاع النفط والغاز التي ستسهم في تطوير المنشآت النفطية بمملكة البحرين وقد قام الوفد الأمريكي بزيارة شركة تطوير البترول اطلع خلالها على غرفة المعلومات التابعة للشركة والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة بمواقع الحفر والتنقيب بالإضافة إلى عدد من مواقع المشاريع النفطية الذي أعرب الوفد عن إعجابه بمستوى الخدمات والنظم التشغيلية الحديثة لشركة تطوير البترول ومختلف المواقع النفطية في مملكة البحرين كما قام الوفد الأمريكي بجولة تفقدية إلى عدد من الشركات والمواقع النفطية في مملكة البحرين اطلع خلالها على سير العمل في هذه المواقع والجهود المبذولة لتطويرها وتحديثها بما يعزز من قدرتها الإنتاجية وتنمية دورها في خدمة الاقتصاد الوطني من جانبه ثمن السيد شون بانت نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي عالياً دعم معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط للزيارة وفرصة الاطلاع على المشاريع النفطية الحيوية بهدف إيجاد فرص التعاون والاستثمار في مجال النفط والغاز في مملكة البحرين